كما استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات التي شهدتها سيناء ومحور قناة السويس وأضاف مدبولي أن هذه المشروعات مثلت كل منها رقما قياسيا من حيث الحجم والضخامة وسرعة التنفيذ الحقيقة السيناء فيها نموذج لعدد كبير من المشروعات العملاقة للحقيقة كل مشروع منهم بيعتبر أنه يسجل رقم قياسي سواء من الحجم ومن الضخامة وأيضا من سرعة الإنجاز في أقل فترة زمنية ممكنة منهم طبعا كانت قناة السويس الجديدة التي تم تنفيذها وتتشينها وافتتاحها في خلال عام واحد فقط عندنا منطقة المزارع السماكية الأكبر التي المفروض مع اجتمالها في منطقة شرق التفريعة ستكون واحدة من الأكبر على مستوى العالم مجموعة الأنفاق التي تنفذت المفروض برضو يعني الحقيقة مع تنفذها من أكبر المشروعات الإنشائية على مستوى العالم المشروع اللي احنا موجودين فيه فسيناء الوحدها النهاردة فيها نموذج لمشروعات كلها بمنتهى البساطة تعتبر يعني الأضخم من نوحها على مستوى العالم كله